صادق البرلمان الأوروبي على اتفاق كان قد توصل إليه مع مجلس الاتحاد الأوروبي لتعزيز تفويض وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول بغرض تفعيل أكبر لدورها على الصعيد الإقليمي والدولي فماذا في هذه التفاصيل؟ بداية يتيح الاتفاق الذي تم تبنيه لتحسين أداء الشرطة الأوروبية مزيدا من الفعالية في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب من خلال التواصل مباشرة مع شركات خاصة لسيما منصات رقمية الهدف من ذلك هو الحصول على بيانات شخصية من الشركات خصوصا في حال نشر محتوى إرهابي يتم ذلك دون المرور عبر سلطة وطنية أو منظمة دولية كما كان الحال حتى الآن في سبيل ذلك أيضا يقول البرلمان الأوروبي في بان الله أن الوكالة الأوروبية ستنشئ منصبا جديدا لمسؤول عن الحقوق الأساسية تكون مهمته الإشراف على حماية البيانات ومعالجتها وبموجب الاتفاق أيضا ستكون وكالة الشرطة الأوروبية قادرة على مساعدة الدول الأعضاء على إمكانية إدخال تقارير في نظام معلومات شينغن المعروف بـ SIS تكون هذه التقارير عادة واردة من دول خارج الاتحاد الأوروبي أو من منظمات دولية بشأن مجرمين وإرهابيين في هذا الصدد أوضحت المفوضية الأوروبية والتي اقترحت نص الاتفاق أن الإرهابيين غالبا ما يستغلون الخدمات التي تقدمها الشركات الخاصة لتجنيد متطوعين وتنفيذ هجمات ونشر دعايتهم هذه المهام الجديدة صادق عليها البرلمان الأوروبي بغالبية 480 صوتا مقابل رفض 143 صوتا وامتناء 20 نائبا على التصوير هذا وتتخذ الشرطة الأوروبية من لهاي بغولندا مقرا لها ولديها ألف موظف ومئتان وعشرون ضابط اتصال في أنحاء العالم كما أنها تدعم أكثر من أربعين ألف تحقيق دولي سنويا فضل عن مساهمتها في تفكيك شبكات جرامية تستخدم أنظمة اتصال مشفرة